بحث وزير الدفاع الفريق الركن محسن محمد الداعري مع وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان المسردات الميدانية في ظل إصرار الميليشيا الحوثية على رفض تمديد الهدنة الإنسانية وتقويض جهود السلام كما نقش الجانبان الجهود الأممية لتمديد الهدنة الإنسانية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي والخطوات والإجراءات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة وثمن الفريق الداعري دعم التحالف العربي للشعب اليمني وقواته المسلحة من جهة أكد سمو وزير الدفاع السعودي استمرار التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في دعم الحكومة والشعب اليمني الشقيق ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية وتلبية تطلعات اليمنين في السلام والاستقرار ترجمة نانسي قنقر